ده بوجي البطل بتاع فيلمنا اما ديفا بتكون شيتي وفيلمنا بيبدأ من 12 سنة وبيكونوا صغيرين وهما الاثنين بيحبوا بعض وبينلاقي بوجي مستعد يعمل اي حاجة ويضحي بحياته علشانها وفي يوم بتطلب منه يضرب واحد لانها متضايقة منه وفعلا بيمسكوا التوبة وبعدها بيسايح دمه وكل ناس بتتلم عليه ولما ابو بيعرف بيفضل يضربه وبيقول انا مليش داع ودي شيتي هي اللي قالتلي وفي اللحظة دي بتعرفه من الراجل ده كل يوم بيضرب مراته بيخليها تعيط وبعد فترة هما الاثنين بيتخنقوا مع بعض وشكل الموضوع كبير وبوجي بيحاول صالحها وعمل بيتأسف لها وهي بتقول له مش هكلمك لمدة 12 سنة فبيقول لها موافق بس لو سمعت كلامك هتكون مكافئتي ايه فبيتقول له هتجوزك ومحدش هيدخل قلبي غيرك وفعلا بيتفقوا وبتجي لحظة الوداع وكل واحد بيروح في طريق فبيضطر بوجي يكتب جواب لأبوه بيعرفوا كل اللي حصل وبيسيب البيت وبيقول له مش هرجع تاني غير بعد 12 سنة فبيروح لشيتي وبيبدل يتخانق معها لانها السبب في كل حاجة وبيسأل اهلها على مكان ابنه لحد ما بيزههوا منه وبيقرروا يسافروا وبيسيبوا له المنطقة وبعدها بنوصل لوقتنا الحاضر وبيكون عدة 12 سنة وبينلاقي بوجي في مدينة حايدر اباد وعمال بيدرف في الناس وبيدافع عن صاحبه من شوية بلطغية عايزين يموتوه وبيقدر في الاخر يتخلص منهم كلهم وبعدها بيحضر شنتته وعايز يرجع لشيتي بعد ما ننفذ وعده مرة 12 سنة وفعلا بيوصل المحطة وبيقابل صاحبه ساسي بالصدفة وهم اللي يتعرفوا على بعض وفي الوقت ده بيلاي ناس عايزين يضربه ساسي ويمسكوه وبيطلع يجري معاه وهو مش فاهم ايه اللي بيحصل فبيقرر يضرب فيهم ومحدش بيكون قادر عليه وبيخلي شكلهم وحش جدا لكن بيكتشف انهم شرطة وصعبه شغال مهرب وفي نهاية الامر بيقدروا يقبضوا عليه وبعدها بيدخل السجن وبيفضل يترجى المفاتيش يخرجه ولو ما اسمقش كلامه هيهرب من بكرة وساعتها بالله اتنين مساجين شايفينه وبيكونوا معجبين جدا بشجاعته وبيقردوا عليه مليون ربيع والمقابل يقتلهم واحد لو عارف يهرب من السجن وهو بيوافق لان المبلغ كبير جدا وفعلا بيحط خطة مع صاحبه وبيركبه في عربية الخضروات وبيخرجه بره المكان وبعدها بيقابل المحمي اللي بيضبط الصفقة معاه وبياخد مليون ربيع وبيقوله الهدف بتاعك في مدينة حيدر اباد وبيديله فرصة يومين وهيقابله في المكان اللي متفق عليه ومن ناحية تانية دي بتكون شيتي بعد ما كبرت وعملها بتحط مكياج علشان مسافرها البيت بوجي وعايزة تشوفه وابوها بيزعق لها وبيقولها دوات فاشل وهربان من اهله بقاله 12 سنة وهي بتكون مصممة لحد ما بتوصل لبيته وبتقابل اهله وبتسألهم عليه لكن بيعملوها بطريقة وحشة اول ما بيعرفوا انها شيتي وبترضوها بره المكان وهي بتكون متضايقة وزعلانة ومستغربة جدا من كلامهم وبعدها بوجي بيرجع المنطقة وبيروح لبيت شيتي لكن بيعرف انهم عزلوا من فترة طويلة فبيضطر يقابل ابوه بيقول لنا صاحب ابنك علشان ما يضربهوش ولما بيسأل على مكان شيتي بيقول له ما نعرفش عنها حاجة فبياخدوا ويروحوا يسكاروا مع بعض وبيعرف ان ابوه مديون لكل الناس فبيضي له شنطة مليانة فلوس علشان يحل مشاكله وبعدها بياخدهم للبيت وبيناموا معاه ولما بيطلع الصبح شيتي بتروح لهم وبتسأل على بوجي تاني لكن هما بيترضوها ولما بوجي بيعرف ان حبيبته كانت موجودة بيفضل يزعلهم وبيطلع يجري وراها وبيدور عليها في كل مكان وللأسف ما بيعرفش يقصل لها وفي الوقت ده ابوه بيعرف ان هو ابنه ورجع له بعد غياب 12 سنة وبنلاقيه عمال بيعيط وساقاتها بيعرف انها موجودة في مدينة حيدر أباد وتاني يوم بيروح المحطة وبيركب الاوتوبيس وبالصدفة بيعابل شيتي لكن هما الكنين ما بيكونوش عارفين بعض وبنلاقيه جنبها في الاوتوبيس وبيشوفها زعلانة وبيحاول يتكلم معها لكن بيتفاجئ بحرمية عايزين يسراوا الاوتوبيس وبيهددوهم بالموت فبيفضل يضربهم وبيخلص عليهم واحد واحد ومحدش بيكون عارف يوقف قدامه وبيندمهم على كل حاجة عايزين يعملوها وفي الاخر بيشكروا علشان انقص حياتهم ولما بيوصلوا لمدينة حيدر أباد بوجي بيقابل المحامي وشيتي بتشوف ابوها وكالعدة بيزعق لها علشان ما بتسمعش كلامه وتاني يوم بيجيب عريس لبنته وبيوري صورته لمراته بتكون موافقة عليه ولما بيتكلم معها بيكتشف نشيتي واحدة تانية ولسه راجع من لندن النهاردة وانها بعتت اختها لبيت بوجي علشان كانت مسافرة والراجل ده في الاساس عمها وهي عايش معاه وكالعدة بترفض العريس وتفضل تدور على بوجي لحد ما تلاقيه ومن ناحية تانية بوجي بيقابل زعيم عصابة سموريدي وبيقول له لازم تقتل واحد اسمه سيفانة وبعدها بيشوفه بيلايز عم مافيا واي حد بيقف قدامه بيكون مصيره الموت وفي الوقت ده بوجي بيخاف جدا وبيطلب يزاود الفلوس ويخليهم خمسة مليون وتاني يوم بيدخل مول وبالصدفة شتي بتكون في نفس المكان وبتلاقيه وقف مع الملكان ومستغربه كل تصرفاته وشايفه واحد مجنون ولما بيدور على السهر اللي موجود في الفستان بتتفاجئ جدا وعملة بتزعله وبتهزق فيه فبيقول لها انت لم ركزها معي وخليك في حالك وهم الاتنين بيعلوا على بعض في الكلام ولما بيجي الليل شتي بتفضل تتكلم عن بوجي وبتتمنى توصله بعد غياب 12 سنة واختها بتحكيلها عن واحد شافته في الأوتوبيس وضرب الحرمية وأنقص حياتهم وتاني يوم بوجي بيروح لمكار السفانة وبيفضل يعمل تحريات عنه علشان يعرف تحرقاته ويقدر يقتله وفي نفس الوقت شتي بتتصل ببيت بوجي وبتسأل عليه وبتعمل نفسها موظفة في بانكو وبتديلهم رقامها علشان يسجلوه لكن قاموا بتكتشف انها شتي وبتعفل التليفون في وشها ولما ابوه بيعرف ان رقم شتي بياخده وبيروح لساسي علشان يوصله البوجي في مدينة حيدر أباد ولما بيجي الليل بوجي بيروح لسفانة وبيحاول يموته ويتخلص منه لكن بيلاقي نفسه متحصر من كل رجالته ومع ذلك ما بيكونش خايف وبيكون مصامم يقتله وبيفضل يدرى فيهم واحد واحد ومحدش بيكون قادر عليه واهم حاجة ينفذ المهم اللي هو متفق عليها لكن في نهاية الامر سفانة بيسيطر عليه ويرفد يموته وبيعجب جدا بشجعته وجرعته وتاني يوم شتي وأهلها بيروح لبيت سفانة وبيكون مصاب وبنكتشف في الوقت ان هم الاثنين اخوات وهي بترفض تقرب له لانه قاتل ومش عايز يسيب حياة الإجرام ولما بتشوف بوجي بتتعرف عليه وبتكتشف ان هو اللي حاول يموت أخوها ومع ذلك بيعالجه وينقص حياته واختها بتقول لها ده اللي ضرب الحرمية في الأوتوبيس ولما بوجي بيفوه بيكون معرفه من نسم رانجة وسفانة بيقول لها انا عايزك تشتغل معايا وواحد زيك قلبه جامد ماينفعش يموت دلوقتي وبعدها بيقابل اخته وبينلاقيها عمالة زعقله وبتقول له الشغل بتاعك كان السبب في موت ابو يا وامي وكمان قاتل امراتك في المعبد ومكنتش قادر تحميها وبتقول له في اليوم اللي هلاي بوجي فيها سيب لك البيت ومش عايز اعرفك تاني وبعدها بتشوف بوجي وهم الكنين كالعادة ما بيكونوش تقيين بعض خالص وتاني يوم بيكلم مابوفو التليفون وبيقول له انا معايا رقم شيتي فبياخده وبيكتبه على اديه وبيكون فرحان جدا ومش مصدق نفسه وبيفضل يتصل بها لكن للأسف ما بتكونش سامع التليفون وبيروح لشركة اللي اتصالات وعايز يعرف يمين وبيديهم رقمها وفعلا بيحاولوا يساعدوه وبيكتشف انها البنت اللي موجودة معاه في البيت وبينلاقيه عمال بيرقص واخيرا وصل لحبيبته وبيرجع البيت وبيفضل ينادي عليها لكن ما بتكونش موجودة وبيحتي الاخوها كل حاجة حصلت في الماضي وبيكتشف في الوقت ده ان هو ابو جي اللي شيتي بتدور عليه وبيطلب منه مايعرفش اخته الحقيقة لانها ممكن تسيبه وتبعد عنه وفي الاخر بيوافق وبنشوفه عمال بيعيات ولما شيتي بتدخل البيت بيفضل يبصلها وكأنه بيشوفها الاول مرة في حياته وهي مستغربة جدا من كل تصرفاته وفي الوقت ده اولاد ريدي بيخرجوا من السجن وبيقابل ابوهم وبيبدأوا يموتوا في كل رجال السفانة وبيخلصوا عليهم وبعد فتر اساسي بيروح مدينة حيدر اباد وبيدور على بوجي في كل مكان لكن ما بيقدرش يوصله وبالصدفة بيكون في كافيه وبيقول اسمه قدام شيتي فبتتفاجئ جدا وبتروح تتكلم معاه وبتعرف ان هو اساسي صاحبهم وبتكون فرحانة جدا وبيتفقوا هم اللي اتنين يدوروا عليه مع بعض وبعدها سفانة بياخد رجالته بيروحوا يزوروا قبر امراته لكن رجالة ريدي بيهجموا عليه وعايزين يموتوه وفي الوقت ده بوجي بيتخلص منهم واحد واحد وبيفضل يدرف فيهم ومحدش بيكون قادر يوقف قدامه وبعدها ريدي ورجالته بيعرفوا ان بوجي خانه ومشغل مع سفانة وبيقولوا لازم يموتوه في اسرع وقت والاول مرة شيتي بتكلم بوجي بطريقة كويسة وبتشكره علشان انقذ اخوها وسفانة بنلاقيه واخد باله من كل حاجة وبيسأله بوجي لو شيتي حبتك هتعمل ايه فبيقولها موتها لك لانها مينفعش تحب حد غير بوجي وهو الوحيد الممكن يتجاوزها واخوها بيكون متفاجئ جدا من كلامه ومع مرور الوقت بيبدأ يقرب منها كالعادة وبيحاول يلفت انتباهها لحد ما بيعترف لها ان هو بيحبها وبيكون خايف لتقوله انا كمان بحبك لكن بترفض تلامه وبتقوله انا بحبه بوجي لانه الوحيد اللي ضح بحياته ساب اهله علشاني وانا مستنيه بقال 12 سنة لحد ما يرجع وتاني يوم الشرطة بتقبض على بوجي وعايزين يرجعوا السجن وبيودوا المكان مهجور وما بيكونش عارف هو فين ومحامي ريدي بيسأله فبيمسك التليفون وبيعمر رجالته الموته شيتي فبيضايق جدا وساعتها بيخلص عليه وبيقول له انت جبت ليه سيرت حبيبته قدامي وبوجي بيقدر يهرب وبيرجع لسفانه وبيبلغه بكل حاجة وللأسف ساسي بيكون مع شيتي في البيت وهناك بيشوف بوجي واقف قدامه وبيفضل ينادي عليه بصوت عالي فبيضطر بوجي ياخد صاحب ويسيب المكان قبل ما شيتي تاخد بالها وللأسف بتكون سيمة ساسي وهو بينادي على حبيبها لحد ما بتصعب على اخوها وبيقرر يعترف لها بكل حاجة حصلت وبياخدها من ايديها وبيوصلها لحد عنده وبتشوفه بيتكلم مع صاحبه وبيكتشف في الوقت ده انها عرفت كل حاجة وبيكونوا فرحانين جدا وعمالين بيفتكروا في كل ذكريات زمان وبوجي عمال بيعيط ومش مصدق نفسه وبعدها بيلاقي الناس عايز يموت سفانه لكن للأسف شيتي بتاخد الرصاصة مكانه وبيفضلوا يضربوا على بعض نار وعايزين يموتوهم وفي الوقت ده بيخطفوا كانجنا ومحدش بيقدر يحميها وبوجي متفاجئ ومش قادر يصدق ان حبيبته بديع قدام عينيه فبياخدها للمستشفى بسرعة علشان تتعالج وينقذوا حياتها وبعدها بوجي بيعرف لو عايزين كانجنا ترجع لهم لازم سفانه يسالم نفسه والشيتي بتفضل تعيط وبتطلب منهم ينقذوا اختها وفعلا بيروحوا المقار الريدي وبوجي بيقولهم انا عايز الكلب اللي ضرب النار على شيتي وبعدها بيبدأ يموت فيهم واحد واحد وبيتخلص منهم ومحدش بيكون قادر عليه وللأسف سفانه بيتدرب بالنار وبيكون مصاب جدا لا وكمان بيحاولوا يموتو بالسكينة وبيكون سايح في دمه ومع ذلك ما بيسبش حقه وبيمسك ريدي وبيقدر يقتله وبوجي بيعرف القناص اللي ضرب الرصاص على شيتي وفي الاخر بيخلص عليه وبعدها بيروح لسفانه وبيفضل يعيط وما بيكونش قادر يساعده ومن ناحية تانية شيتي بتعمل العملية بتاعتها وبتنجح وبعد مرور فترة بنكتشف ان سفانه عايش وتم انقاذه من الموت بعجوبة وبيسأل عن سبب الخلاف اللي خلاهم يبادوا عن بعض 12 سنة فبيقوله زمان كانت بتعمل معبد من الرمل وانا جيت وهدته فقراسها فبتفضل تزعقله وبتقول وحياة امي ما هكلمك تاني يا بوجي وحق الصنم اللي دست عليها يرجع تاني ومن هنا بيخلص فيلمنا لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس واستنونا في فيلم جديد